أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يمثله استقرار الدينار البحريني عبر العقود من دلالة على قدرة الاقتصاد البحريني للحفاظ على قوة إمكانياته وتطوير طاقته مشيرا سموه إلى أن ذلك أحد العوامل التي تحفز على العمل نحو استدامة مميزات الاقتصاد البحريني وتعزيز مكتسباته وتنوع أدواته جاء ذلك لدى استقبال سموه في قصر رفاع اليوم سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وأعضى مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي لتقديم الإصدار الأول من الميدالية الذهبية التي سيصدرها المصرف بمناسبة الذكرى الخمسين على إصدار الدينار البحريني وقد نوه سموه بمحورية موقع مصرف البحرين المركزي في بنية التحتية الاقتصادية للمملكة وصياغة سياساتها الاقتصادية والمالية بما يمكن المملكة من بلوغ أفق أرحب وقدرة أكبر على التعاطي بثقة وفاعلية مع جميع المتغيرات وقال سموه أن البحرين تفخر بأن القطاع المالي والمصرفي في المملكة يعمل وفق ما يعتبر أفضل الأنظمة المصرفية بالمنطقة وهو على اتصال حيوي بالأسواق الإقليمية والدولية وهو ما يجب مواصلة تعزيزه وتطويره مضيفا سموه أن دور مصرف البحرين المركزي كبير في تحقيق هذا المستوى كما أن ما يقوم به من جهود لمواصلة تطوير هيكلية تنظيمات والقوانين المالية والمصرفية له إسهام مؤثر في دعم ازدهار الاقتصاد وقوة ورفض إمكانيات الاقتصاد البحريني من جانبهم أعرب رئيسه وعضاء مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي عن شكرهم وتقديرهم لسموه على ما يليه من اهتمام متواصل بتطوير القطاع المالي والمصرفي في المملكة والذي كان له الأثر الكبير في تحقيق ما وصلت إليه المملكة من مكانة متقدمة في هذا القطاع مؤكدين استعدادهم للعمل على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الموضوع للمصرف بما من شأنه مواصلة تطوير القطاع في المراحل المقبلة